السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح ناخد الدرس 18 من السلسلة الانجليزية ورح نتعلم بهالدرس كيف نقدم شخص لشخص آخر يعني كيف بدي يعرف شخصين على بعض خلونا نبلش مباشرة بالدرس قبل ما نبلش بدرس التعارف راح نحول هالموضوع اللي عطيتكن يا الدرس الماضي إلى اللغة الانجليزية قبل كل شي بنتذكر الدرس الماضي إني قلتلكم دائماً الأنشطة اليومية بنحطها بالزمن المضارع البسيط خلونا نبلش بترجمة الموضوع I am Ahmed أنا أحمد A doctor طبيب Thin نحيف And Long طويل Calm هادئ باللاحظ هون إنه ما لفظنا حرف L Calm 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 هادئ And و Smart زكي I have أنا لدي A big house A big house منزل كبير And أنهض At 7.15 في السابعة والربع First of all قبل كل شي I take a shower أخذ دوش Then سم I have breakfast أتناول الفطور With مع My family عائلتي I brush my teeth وفرشي أسناني I comb my hair ومشي طشعري And و I get dressed أرتدي ملابسي Next يلي ذلك I leave home أغادر المنزل And I go أذهب To my clinic إلى عيادتي Afternoon بعد الظهر I come back home أعود للمنزل I get undressed أخلع ملابسي I relax a little أستريح قليلا Then سم I play ألعب With مع My son ابني And و My daughter ابنتي After that بعد ذلك I make dinner أصنع العشاء With مع My wife زوجتي Next يلي ذلك We eat dinner نتناول العشاء هون استخدمنا الفعل eat يجب معنا يأكل أو يتناول وهون استخدمنا الفعل have كمان بيجب معنا يأكل أو يتناول أخذنا هذا الكلام بدار السابق Finally Finally أخيرا We watch TV نشاهد التلفاز Then سم I go to bed أذهب إلى السرير أذهب إلى الفراش أذهب إلى النوم كل النفس المعنى Because لأن Because I لأنني Don't sleep late لا أنام متأخرا These are هذه هي My daily activities نشاطات اليومية بالبداية رح نأخذ بعض المفردات الجديدة اللي تعبر عن العلاقات مع الآخرين Relationships Relationships الصورة الأولى بتحكي عن زميل الصف A classmate A classmate A classmate زميل الصف الصورة الثانية بتحكي عن زميل العمل A colleague A colleague A colleague زميل العمل الصورة الثالثة بتحكي عن زميل الفريق A teammate A teammate A teammate زميل الفريق الصورة الرابعة بتحكي عن الصديق A friend A friend A friend صديق هاي الصورة بتحكي عن الجار A neighbor A neighbor A neighbor A neighbor جار هاي الصورة بتحكي عن المشرف أو المراقد A supervisor A supervisor A supervisor A supervisor مشرف أو مراقد هاي الصورة بتحكي عن سيد العمل أو رئيس العمل أو مدير العمل كله النفس الشي A boss A boss A boss A boss سيد العمل أو رئيس العمل هاي الصورة بتحكي عن الموظف بشكل عام An employee An employee An employee موظف اذا بدي عرف حدا على زميل الصف او على جاري او على زميل الفريق او زميل العمل الى اخره شو بدي ساوي بس بنحط This is my مثلا This is my classmate This is my classmate هذا زميلي في الصف This is my colleague هذا زميلي في العمل This is my teammate هذا زميلي في الفريق This is my friend هذا صديقي This is my neighbor هذا جاري This is my supervisor هذا مشرفي This is my boss هذا رئيسي في العمل او هذا مديري This is my employee هذا موظفي وهكذا خلونا نتعلم كيف نقدم شخصا لشخصا آخر هيني This is Dina هذه Dina Dina is my colleague Dina تكون زميلتي في العمل في طريقة تانية مختصرة أكثر هيني This is my colleague Dina هيني This is my colleague Dina هذه زميلتي في العمل Dina ناخد مثال تاني سيميا This is Dany Dany is my boss سيميا This is Dany Dany is my boss Dany يكون مديري خلونا نشوف الطريقة المختصرة سيميا This is my boss Dany سيميا This is my boss Dany هذا مديري Dany خلونا ناخد التعارف بشكل مفصل أكثر Sali This is my neighbor Ahmed Sali This is my neighbor Ahmed هذا جاري Ahmed Hi Ahmed Hi Sali Nice to meet you Hi Sali Nice to meet you تشرفت بمعرفتك Nice to meet you too Nice to meet you too تشرفت بمعرفتك أيضا طيب خلونا نشوف بطريقة تانية Sonia I'd like you أرغب منك To meet التعرف على My friend John Sonia I'd like you to meet My friend John Sonia I'd like you to meet My friend John أرغب منك التعرف على صديقي John It's a pleasure من دواعي سروري To meet you التعرف إليك It's a pleasure To meet you John It's a pleasure To meet you John Great to meet you تشرفت بمعرفتك تماما مثل مثل Nice to meet you Great to meet you too Sonia Great to meet you too Sonia تشرفت بمعرفتك أيضا Sonia وقريبا إن شاء الله بس أخذنا درس الاستفهام رح يصير بإمكاننا تركيب عشرات الجمال عن التعارف درسنا اليوم انتهى إن شاء الله تكونوا استفدتوا بتشكركم كتير ولا تنسوا تدعمونا بزر اللايك والاشتراك بالقناة يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله شكرا